يعني بجد أنا شخصيا سعيدة جدا بالفقرة دي لأنه هو فنان مميز وصديق طبعا وفنان مميز أهلاوي جدا وانا بحب بقى النوعية دي من الفنانين بصراحة ومن الفنانين زي ما كنت بناهوه في نهاية الفقرة اللي فاتت اللي هو بنفسه قال لنا يعني وش القناة الأهلي والبرنامج حلو عليه فخلينا بقى نعرف ان وقتها الحد دولة إيه اللي جد وطبعا هو ما شاء الله بيشارك كمان في عمال ضخمة في رمضان زي ما كنت بقول لحضراتكم الاختيار السنة اللي فاتت والسنة دي برضو عمل درامي كبير جدا الكتيبة مية وواحد خلينا نرحب دفنا العزيز معتز حسين مساء الفل والهنى ومنورنا بجد يا معتز والله مساء الفل يا نهود مساء الفل يا كابتن عيسي مناورت يا معتز وأهلاوي صميم جدا نفاعدنا لنت تكون معنا ونقعد بقى نتكلم في كل حاجة في الكرة وفي الفن كل حاجة أنا أولا بسألك كل ساون طيبين رمضان كريم عليكم على قصة قناة النادي الأهل الجميلة أولا بتمنى الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب كابتن النادي الأهل يعني كابتن بيبو يعني بصراحة أتمنى له الشفاء في أسرع وقت للنادي الأهل فعلا محتاجه الفترة دي وكل جميل النادي الأهل محتاجه فأتمنى له الشفاء يعني في بداية اللقاء معكم إن شاء الله يرجع أحسن من الأول وتنطمن حضراتكم زي ما كنا بنقول أنا وهيسم بإذن الله يعني هنتابع خطوة بخطوة على قناة النادي الأهل وعلى كمان أكيد النادي الأهل لو فيه أي بيانات أقول لحضراتكم حنطمنكم طبعا ناس كتيرة جدا الآن ناس كتيرة جدا بتحب وبتعشى كابتن بيبو فبإذن الله يقوم بألف سلام يا رب بإذن الله خلينا بقى نبتدي معاك في ذكريات رمضان أيها عشان عدي كده بيعني يعني بسرعة على ذكريات رمضان خلينا بنقول في أول حلقة ومش عارف كنت أنت أكيد بتشوفنا كل واحد مرتبط بذكريات أيه الذكريات اللي مش ممكن تنساها عن رمضان في رمضان طبعا نرجع بقى الزمان شوية أحلى ذكريات زمان أفضل يعني أقام المدرسة كان الواحد بيقض اليوم كله يلعب كرة وانت صعب وإحنا صعبين نكسر بقى صيابنا بقى بلعب الكرة ودورات وكرة دورات رمضانية نعملها في الملعب كده كنت لعب كرة حل كنت بلعب كرة زمان قد تلعب كرة كنت بتلعب مركز إيه طيب أنا كنت بلعب بقى كرايت في الكرة وكنت لعب هنبول وكنت جون هنبول بقى إيه ده أبا بقى شبيني بقى بلعبك بقى هايسو بس الأكثر هنبول هندي بول كنت بتلعب خط خالفي ولا ويني أنا كنت جون كيبر نادي اليوبلس فيرستين إيه ده أعدت بتاع 14 سنة هنبول شوفت ده اكتشاف ها في مفاجآت اكتشاف كنت بتلعب في اليوبلس جون كيبر بطلت إمتى بطلت وأنا عندي 26 سنة 27 سنة جالي إصابة في نفس الحوض كده حركات الإجوان صعبة فأولت خلاص حتح الحوض والكلام ده صعب جد بطلنا بقى بس أقول لك الحاجة أنا والله لما شفتك في كواليس قبل ما نخش في القناة بره أنا جسمك وشكلك أنا مش عايز أقول لك أن أنت يعني رياضي مش كورة كمان أنا حسيت أن أنت كنت بتلعب حاجة أنا والله لي يا نظرة كسرين ما لتلقش كده أيضا بصنا بلعب برياضات كتير من ويني صغير يعني هنبول وكورة وبوكس كمان آه وعلى طول بلعب برياضة الصبح لازم أروح للجيم عندي ساعة في اليوم الصبح أو ساعة ونصف جيم جاري إسباحة لازم في اليوم في كل يوم الصبح ساعة يمكنك ده اللي ساعتك في الأدوار برضو اللي بتاخده فكرة أن أنت تبقى زابط وزابط يعني في الجيش وحاجات زي كده أكيد فرقت بشكل جيد القوام بيفرد طبعا لما بتيجي تترشح أي ممثل بترشح الدور من الأدوار اللي فيها زباط أو حاجة بيبص على القوام بتاع في الأول يعني ده في الحقيقة اللي بيحصل خاصة لو زابط سعقة كمان زي الاختيار أو زي كتيبة 101 بيبقى ليهم نمط وجسمان وطول لازم يكون بتاخد الورش ورش التمثيل بقى مع الأسادزة والدكاترة كبار زمانة وتوالمعد وبتقيت بقى خطوات كل ورشة أخلصها أو راح أشوف أسعى للورشة اللي بعدها أسعى للورشة اللي بعدها وبدأت إعلانات زمان بقى إعلانات كتير ومن طريق الإعلانات بتقيت بقى أخش في مجال السينما والدراما بقى مشاهد صغيرة حلقات صغيرة لغاية لما الحمد لله الواحد كان بيطلع السلم بالتدريج وده اللي أنا كنت عايزه يعني ما كنتش حابب أن أنا أتحق مش بيستعجل لا أكش بيستعجل خالص خالص عمري ما كنت عايز أستعجل للحاجة والعكس وحتى دلوقتي مش بيستعجل يعني أنا عايز لما يجي لي حاجة في يوم من الأيام أكون متمكن منها برافا علي ما تكونش حاجة لو أعز أعمل زي أقولك حشو حاجة وخلاص ويقولك يلا لا بالعكس بس دلوقتي حاسس أن أنا ماشي بخطوات كويسة ثابتة فعلا بزيء وأكيد الباقي بقى بتاع ربنا يعني من الرياضة للفن الشفت ده حصل خلي بالك الرياضيين بيبقى عندهم فكر مجنون شوي آه طبعا بحقيقة بيبقى عندهم فكر مجنون ومناس مش بصدقها هو مجنون لأنه أنت في ملعب تاخد خقرات مجنونة دي حقيقة فإيه اللي خلاك يعني ده الناس تقول ده ضرب من الجنون أنا من الرياضة أروح مبطل بإصابة أروح بعد كده أتوجه للفن وأبتدي من الأول إيه اللي عمل للشفت ده هو ال... كان الشفت ده أنا كنت عايز أعمله من زمان آه كنت حابب أن أنا بعد ما خلص سنويا عام أخش معاد فنو مصرحية أو معاد السينما تدرس آه ولكن طبعا تعرف الأهالي بتقول لك جامعتك ودرستك وشهدتك آه تمام خلصت آه وأنا بخلص الجامعة جات لي الإصابة في الهنبول حاولت أرجع تاني ما قدرتش كان محتاج عمليات وكده فما كملتش يعني فاتجهت للورش وبتدي ده درس بقى شكرا